ألف مليون مبروك لفتيات الذهب في ضربة البداية أمام شباب بجاية الجزائري في افتتاح بطولة الأندية الإفريقية للكرة لطيرة سيدات الحقيقة يعني مطش زي بنقول كده وان سايد جيم كابتن محمد كنا بنتكلم قبل ما نطلع على طول الهوى انه هو ان شاء الله يبقى وان سايد جيم وده اللي حصل فعلا شوط الأول 25-9 25-10 شوط الثاني 25-11 يمكن 3 أشواط يعني مقابل لا شيء بالنسبة للنادي الأهلي حقيقة أداء كبير نتمنى انه هو يستمر خلال المباريات المقبلة كابتن محمد شفت المباريات النهاردة ازاي انت أول ما الكاميرا جات على اللاعبات الفريق المنافس قلت ده وان سايد جيم يمكن علشان عناصر صغيرة السن برضو والخبرة أكيد بتفرق هنا بالنسبة لفتيات النادي الأهلي فكان طبيعي ان احنا نشوف الأداء ده ونشوف النتيجة دي كمان زي ما سألنا على البنات هناك أو اللي حوالين الفريق قالوا فرقة الجزائر جاية بنات صغارين لعبت المنتخبات دطالوا تقريبا فكان فيه اطمئنان بس لما شفنا الكاميرا لما جات عليهم كده عرفنا الفرقة صغيرة في السن جايين يشاركوا ياخدوا خبرات أكيد وزي ما اتفقنا ده اليوم الوحيد اللي ينفع نقول عليه انه هو مطشط سهل هو ان شاء الله دور الستاشر إذا ربنا كرمنا بكرة ان شاء الله فبداية الحمد لله طيبة ومبنات برضو قدوا بشكل يعني مفيش تهاون بدليل نسكرات حتى أغلب النقط اللي جابتها الفرقة دي احنا اللي كنت أخطاء من عندنا سير باوتسايد حد درب في الاوتسايد كده يعني اه مش تمييز للفريق بشاي مش تمييز وبعدين برضو ما اتكشفش ورقنا كله كابتن ابراهيم يستغل المباراة كده بطريقة معينة ان هو يخبي ورقه عشان بكرة مطش السجون ده هو ده المطش المهم ان شاء الله طيب نروح دلوقتي لصالة الأمير عبدالله الفيصل وتنضملنا زملتنا روزي النصر وللقاءات ما بعد الفوس طبعا في ضربة البداية مع آية خالد ونادى حمد برحب بك يا مريم وبرحب ضيوفك الكرام نجوم للستوديو التحليلي وبرحب ايضا بكل مشاهدين مشاهدين قناة النادي الاهلي في كل مكان الف مبروك اكيد فوز النادي الاهلي النهاردة على شباب بيجايا إلا جزائري بنتيجة 3-0 فؤولة مبارايته طبعا من هذه البطولة معايا واحدة من نجوم يعني طبعا طائرة سيدات آية خالد برحب بيك طبعا يا آية في البداية على شاشة قناة الاهلي بداية قوية جدا طبعا ثلاث أشوات يعني كلميني كده شايف البطولة ازاي والنهاردة كمان على يعني المباراة النهار طبعا يا بريك فيكي وطبعا البطولة أفريكيا طبعا بطولة مهمة وبطولة قوية طبعا احنا استعدينا من أول ما خلصنا الكاس دخلنا على طول في معسكر وبدأنا تدريباتنا على طول ما خدناش راحة والحمد لله النهاردة لعبنا الجزائر الفرقة طبعا المحترمة احنا نزلنا بكل قوتنا من أول المصر والحمد لله جسدنا تاسف وده يبقى دفعا قوية للمصرات الجاي ان شاء الله ايه كلميني أكتر عن طبعا أبرز تعليمات المدير الفني كابتن إبراهي ان احنا منستهوينش بأي فرقة عن لعبها طبعا نلاقي فرقة قوية وفرقة بش قوية قوي فمنستهوينش بأي فرقة نلعب بكل قوتنا في أي مصر مع أي فرقة وده اللي احنا عملنا النهاردة وده سهل لنا مكتب الحمد لله كل التقفيل لكم طبعا في هذه البطولة وبشكرك يا ايا شكرا نورتنا مريم ده طبعا كان لقاءنا مع ايا خالد واحدة من نجمات فريق طائرة سيدات بشكرك وعودة لكي مرة تانية شكرا لكي جدا زملتنا روزان ناصر كابتن إنجي شوفتي المباراة زي الحياة وان سايد جيم اتكلمنا عن فكرة صغر سن طبعا الفريق المنافس ولكن أيضا احنا يعني بدئين بداية قوية ويمكن أخذ من كلام آية بتتكلم على إن كابتن إبراهيم ما عندوش فكرة ما عندوش فرقة سهلة فرقة صعبة النهاردة على الرغم من هي كانت فرقة مبهمة بالنسبة لنا ولكن كانت بداية سهلة جدا موفقة بالنسبة لنا في ضربة البداية يمكن احنا قولنا اللي احنا الفرقة النهاردة يعني الماتش الوحيد اللي هيبقى بالنسبة لنا اللي احنا نعرف نلعب فيه براحتنا وده اللي حصل فعلا كابتن إبراهيم عمل كده فعلا مفيش كان الدنيا اتقرط على طول من أول جيم الفرقة صغيرة لسه بدايتها يعني لسه بتبتدي بوليم من الواضح جدا مهم وإحنا الحمد لله فرقتنا كفرقة كبيرة وعناصرنا عناصر الخبرة كتير فده كان فرق كان عامل فرق كبير قوي ما بيننا وما بينهم وممكن ده اللي كان سبب اللي احنا بدايتنا كات قوية وبدأنا اللي احنا يعني أول خطوة إن شاء الله في البطولة اللي جاي مش سهل خلينا بس يعرفين اللي احنا الماتش النهاردة ده مش هتكرر تاني اللي بدايتها مش همش سهل خالص محمد ده مش هنشوف تاني معرفة كرة لا يمكن ده دي البداية بس عشان نبقى احنا كلنا بدأنا نحط رجلنا في الخطوة الاولانية بس البداية برضو مهمة طبعا وده احنا كلنا تكلمنا في أبراها إن شاء الله نبني عليها طيب خلينا نروح مرة تانية لصالة الأمير عبدالله الفيصل وزملتنا روزان ناصر ومعاها طبعا كابتن نادا حمد من جديد ماريان براحب بيكي وبرحب ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي وبرحب أيضا بكل مشاهدين مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان معايا دلوقتي طبعا كابتن نادا حمد وحدة من نجمات طبعا فريق طائرة سيدات براحب بيكي طبعا يا كابتن في البداية على شاشة قناة الأهلي بقولك ألف مبروك بداية قوية كلميني طبعا على يعني البطولة بشكل عام وكلميني أكتر كمان على مباراة بكرة أمام السجون الكيدي الله يبرك في حالاتك ميسي شكرا وإحنا بغدير ماتش بماتشو إن شاء الله النهاردة هنرجع أكيد هنعمل سكاوتينج على الفرقة اللي احنا نلاعبها بكرة وإن شاء الله نعمل بلان ونمشي أكويدنج بلان يعني خليني أسألك كمان أكتر عن تعليمات كابتن إبراهيم يمكن فريق الرجال حصل على لقب هذه البطولة كلميني كمان قال لكم إيه بعد طبعا يعني هذه البطولة الولاد يعني هما كذبوا لا هو إن شاء الله إحنا طاقتنا من الأول سيزن إن إحنا ناخد الأربعة الحمد للأخدنا التلاتة إن شاء الله إن شاء الله ناخده كمان وإحنا يعني برضو زي ما بولماشين ماتشو بماتشو مش حطين يعني مش بنحط شاس علينا أكتر من اللي موجود فخلاص ماتشو ماتشو من عدين بصع لبعد من عدين بصع لبعد كابتن نادا حمدي طبعا كل التوفيق لكم في هذه البطولة إن شاء الله تحقق أول لقب شكرا مريم دا كان طبعا لقاءنا مع كابتن نادا حمدي واحدة من نجمات أكيد فريق طائرة سيدات بشكرك وعود لكي مرة تانية شكرا لكي جدا يا روزان على هذا اللقاء طيب كابتن محمد دي ممكن أنت بتكلم إن خلاص إحنا دي المباراة الأسهل في مشوارنا في البطولة ولكن دايما البداية بتبقى مهمة جدا يعني زي ما بنقول كده بنفرد الورق بتاع الفريق بالسكواد شفت النهاردة زي التاكتك اللي وضعه كابتن إبراهيم وهل دا لنت كنت متوقع ولا يعني كان ممكن إن إحنا نبدأ بداية تانية وتبقى قوية برضو زي ما اتكلمنا في الأول كابتن إبراهيم مش من أنصار التغيرات الكتيرة قلنا الموضوع كله خمس مباريات هيبدأ يركز جدا إنه يثبت الفرقة دي الطريقة المعتادة هو النهاردة بس يعني عمل شفت حاجات صغيرة كده اللي هو يعني بكرة ماتش السجون والماتش دا اللي هيتحدد عليه حاجات كتير تكسبي بكرة إن شاء الله تقابل فرقة سهلة في دور الثمانية تطلعي عبل النهائي لقدر الله في حاجة بكرة هتصطدمي بالأنبيب الكيني فرقة قوية جدا والدنيا بقت صعبة فهو ثبت وفي المقابل مش عايز يكشف فرقه كله أي حد هيلعبنا هيبدأ يركز بنت المحترفة بتبدأ فين مكانها فين بقية الفرقة بتبدأ إزاي كابتن إبراهيم بيبدأ بالبصير حاجات كده يعني كابتن إبراهيم النهاردة عمل شوات يعني غير أماكن أربعات البنت المحترفة مرة لعب بيها جنب المعد مرة في الناحية الثانية شوات حاجات صغارة كده العيب ثلاثة بياخد دفنسو من ستة بعد السيرب عشان ما يدربش عليه كل دي أفكار هو بيخاطب بيها تفكير المدرب بتاع فرقة السجون المطش اللي جاي يعني كلها كده البنت برضو تتيانا النهاردة استقبالها كان كويس برضو ده مؤشر أن هي ما تتديش يعني حتى لو تضغط عليها من فرقة بقرة لا هي بتقديل بشكل كويس فأكيد هو النهاردة لما شف سهولة المباراة برضو قرر أن هو يمكن يجرب التغيير بتاع تتيانا كان لازم صارة تشارك النهاردة فتشارك عشان تاخد جو البطولة وذات كتدريب للإستقبال فبدل ما لعيبها في مركز اتنين لا هو لعيبها ما كان لعيبها من الاتنين لعيبها ويرايح البنت برضو مهمة أو أن أنا عندي مباراة نهاردة أتقشار الإصابات زي ما بيقول ممكن لعيبة تقع يجيلها سبرييني جال حاجة فحافظ هو على الكلام ده ويعني قلنا برضو كالتغييرات مخطبة تفكير للمدارف فرقي السجون أننا كان نفسي إحنا بكرا نريح والسجون يلعب فرقة نصريب جاية إحنا نتفرج عليه إنما مش كلا اللي إحنا هنقابل بكرا السجون هما تفرجوا علينا إحنا ما نشوفنا همش ما نشوفنا همش خارس يعني حتى ما شوفوا همش جوا التمرين والسجون ما راحتش البطولة اللي فاتت مش عارفين هم عبارة عن إيه هيبان بقى ملقوتوا هيشوفوا الأسماء اللعبات بس إن شاء الله خير بكرا ما تصعب وإن شاء الله ربنا يكرمنا فيه الساعة 8 تقريبا فبكرا إن شاء الله ما تصعب ربنا يكرمنا فيه والناس تبقى جمهورية بحاضر لأن نقطة مهمة جدا فمشوارنا في البطول يعني واحدة واحدة وإن شاء الله هتلاقي الجماهير بتملأ الصلاة إن شاء الله طيب كابتن إنجي يمكن إحنا شوفنا الشوت الأول طبعا ده كان شوت اكتساح 25 تسعة الشوت التاني على الرغم برضو إن إحنا نتكلم دلوقتي عن الشوت التاني والتالت برضو اكتساح ولكن البداية هتلاقي إن إحنا كنا ماشيين مع بجاية بشكل إيه بوينت باي بوينت وبعد كده جينا هم في الأول فرقوا عننا بوينت أو اتنين في أول الشوت الأول هل شايفة ده سبب إيه شايفة إن هم كانوا ابتدوا إن هم يقروا الفرقة فرقة الأهلي طبعا ولا شايفة إن دي يمكن أريحية مننا شوية ولكن بعد كده طبعا أكيد رجعنا تاني لرتم المباراة اللي إحنا عملناه في الشوت الأول خلينا نقول اللي إحنا في بداية الشوت التاني ده غيرنا بوزيشن معين يعني تطينا اللي بدأت تلعب وراء فده بالنسبة لها حاجة لسه يعني لسه بوزيشن كبوزيشن أرف رات جنب بعض بيش واخدت عليهم فأول بس ما بدأت الدنيا يعني يبدأوا يقروا تاني الدنيا مع بعض الأمور عندنا تحسنت والضغط بدأنا عندنا نضغط تاني هي بس تبقى حاجات زي دروبات في وقت معين بس لغاية ما أنا أم الفرقة نفسها تمسك نفسها تاني أو تقرأ إيه الغلط اللي موجود فيها بتبدأ نبدأ ننطلق تاني وده اللي حصل فعلا في الشوت التاني احنا بدايتنا بس كانت مش موفقة شوية لأن احنا كنا كان فيه دروبات في حاجات معينة أول ما بدأنا نشوفها ونعالجها احنا فرقنا وفرقنا في فرق كبير طبعا سكور كبير فهو بس دي كانت مجرد اللي هم لسه فيه زي اختبارات كده بتبقى في الملعب حاجات معينة بتشوف بعض ده إيه اللي ممكن لو احنا عملنا ده ينفع ده ما يمشيش ده يمشي كلها بتبقى تجارب من المطش بيبقى سهل فبتبقى تجارب احنا من اللعيبة نفسها يعني فهو دي بس اللي حصل فأول دروب في الشوتين كابتن محمد انت قولت ان البداية دي احنا مش هنشوف مطش زي اده تاني ولكن دايما الكتاب بيبان من عنوانه شايف ان النهاردة الاداء ده يوصلنا للمراحل المتقدمة في البطولة يعني النهاردة نقدر نعتمد عليه انه هو يكون ده الاداء اللي احنا نعتمد عليه علشان يوصلنا لسيمي فاينل وفاينل اه طبعا هو واضح ان اللي احنا قلناه كابتن ابراهيم آية قالت انه هو المحاضرة كابتن ابراهيم تتكلم ان ناخد الامور بمنتهى الجدية بغض النظر احنا من اللعبين عن الفريق طبعا احنا كفريق وسكواد وجهاز وكل حاجة طبعا يعني حتى بالاداء النهاردة لو على قد المباراة يديكي مؤشر ان احنا مركزين جدا مفيش قلق خالص القلق الوحيد حاجات بره يعني اه قدروا يحصل حاجة كلام ده انما احنا عندنا حتى لسكواد بتاعنا لا قدر الله في اصابة ولا حاجة عندنا العيبة البداية للمهمين التركيز مهم من بداية البطولة وده ظهر النهاردة والاداء مبشر خير ان احنا نعدي لحد دون النهاء ان شاء الله بس احنا اتكلمنا يا كابتن محمد عن القوة البدنية اللي بيتمتع بها بقية الفرق اللي احنا نقابلهم ولكن احنا عندنا برضو يعني يمكن نقطة ايجابية كانت اللاعبات دايما بيتكلموا عنها ويعني كابتن بيقولوها كده بهزار اللي هو كابتن إبراهيم بييجي عليهم جامد في التمارين مفيش راحة هل ده هيفرق معهم في البطولة دي فكرة برضو انه هو بيرفع حمل بدني اكيد هيبقى مفيد بالنسبة لهم قدام القوة البدنية اللي بيتمتع بيها لبقية الفرق هم قابل البطولة عادوا معسكر كبير وتمرد الصبح وبعد الدهر وكابتن إبراهيم شاطر في الموضوع داي يعني هم بدنيا مش هيقلوا حاجة عن الفرق التاني بالعكس احنا عندنا مواصفات بدنية افضل منه عندها رشاكة احسن هم قابل ينطوا كده الى احنا كبدنيا احنا قريبين منهم جدا بقيتش اللي عملية عقق احنا افضل دلوقتي في موضوع التاكتك والخبرات بتاعتنا والبطول على ملعبنا الجهاز الفني عندنا جهاز محترم بيقرى الفرق بشكل كويس قوي توفير ربنا بس اللي فاطر ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن كابتن انجي يمكن احنا قبل لما نخل المباراة كلمتك عن فكرة ان الهدوء عنصر مهم جدا احنا نكسب به عدد كبير من المباراة وده الحقيقة يا كابتن إبراهيم يعني متميز جدا بالهدوء واحنا ده بنقوله مرارا متكرارا ولكن اكيد هيبع عندنا في اللي جاي مباراة صعبة ممكن ان ينقص اللاعبات الهدوء ده ولا شايف ان استمرارهم على الهدوء شيء مهم علشان يعدوا بقية المباراة بنفس الشكل اللي عادوا به النهاردة خاصة يعني يمكن مش هنقارن برضو مباراة النهاردة بالمباراة اللي جاي بس ان هو طبعا الهدوء ده عامل من العوامل الاريحية اللي انت بتريحي بها تفكيرك وتعرف تفكري بها صح طول ما لو انا تعصبت او اللي انا خدت الموضوع بشدة او كده انا ما بعرفش افكر الدنيا بتبقى مش كويسة فانت انت محتاجة كل حاجة اللي انت تعرفي تفكري مع الخطوة الجاية اللي احنا محتاجنها فانا لازم ابقى طول الوقت هادية حتى لو في عوامل حوالي بتشدني او بتجرني اللي انا بقى متعصبة لانا لازم يبقى هادية جدا لان ده عامل من العوامل تفكيري انا دلوقتي الخطوة الجاية الساعة العوامل دي كيبتن انجي برضو خلينا اقولك ناتب اغازب عني خلال المباراة اللي جاية لما عليكي ضغط من الفرقة التانية يعني خبرتنا خبرة الناس اللي في الملعب اللي هم احتاجوا بحاجات كتير وبمواقف كتير دي اللي بتفرق هو ده دايما اللي احنا بنقول عليه فرق الخبرة الخبرة بتاعتنا اللي الناس دي جربت مرت قبل كده بكذا موقف من المواقف دي شايفت الحاجات دي بنتعامل فيها زي المواقف دي بتحصل ايه ده قدامه ايه ده بداها نعمل في ايه كل ده بيعد علينا كل ده بيعد على المراحل بمراحل دي فهي دي فرقة الخبرة اللي احنا بنتكلم فيها حدوقنا بيجنى من خبرتنا يعني الموضوع ده مهم جدا في بطولة الرجال الولادة اللي كانوا موجودين فرقة النتب الاهلي كان فيه اغلب اللعيب الموجودة في وقت معين قد كلهم صغارين اه دي حقيقا رحمد عزب مصبوط عصران عصران سعودي معين سعودي شوية اقدم شوية اه كتميزة وحاجة مهمة قوي ان البطولة دي كان الاهلي فارق في المستوى اللي عيبتي اخذت خبرات كويسة جدا طبعا طبعا هتساعدهم بعضيا فرقة النادي الاهلي اللي موجودة دلوقتي كلهم عندهم خبرات يعني حتى نادة المنضمة جديد عندها خبرات على مستوى الدولي مع الصيد ومع المنتخب وكده بين الحاجتين في دايما البنات في حتى في الفولي عموما في مدرسة كده في الكتاب اسمها مدرسة الحمس الانفعال اللي بتاعة امريكا اللاتنية والحاجات دي بيعتمدوا على الصياح والحماس وضول وفرق كينيا بيعملوها بعد كل بنت بيجروا كده حتى اخر الملعب ويرجعوا روحا دون الفرقة النادي الاهلي اللي من دول فيها الميزة دي فيها الجهاز الهادي جدا اللي بدي هدوء للعيبة فيه بقى بعض البنات اللي هم فاكرة موضوع دعاء لما قلنا لكب بتعالى للكرم دعاء عندها الحتة دي فيه بنات تانية هدية خالص زي آية آية ما تشفيش أي انفعال عليها ويبتلعب آية آية خالد آية 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 هدية هدية فيه بقى ميكس بين الحاجات دي فيه اللعيبة اللي عندها روح تتينة واللعيبة اللي مركزة تتينة بتدي روح بتدي روح بتدي انفعالات جبير اللعيبة اللي حواليها ان هي فيه ثقة في الأداء وسعب بتعمل حاجات مرحة كده كل الحاجات دي انا شايف ان هي ميزة جوا فرقة النادي الآية فيه ميكس كده بين كل الانفعالات المطلوبة طيب كابتن إنجي تفتكري ممكن كابتن إبراهيم امتى يشارك سهيلة وآية الشين ممكن امتى يشوف في الوقت المناسب انه هو يحطهم في السكوائد بص اصابتهم ما كانتش اصابات سهلة فخلينا نقول الرجوحهم برضو فيه نسبة يعني عايزة تبقى ترجعي واحدة واحدة فاش ترجعي مرة واحدة هو هيبدأ ينزلهم في حق يعني على قد خبرتي يعني في مواقف يبقى مستدعية اللي هي اللي هم ينزلوا فيها بلوك السيستم معين عايز يغيره في الوقت الحالي فممكن ينزل سهيلة عايز بلوك من آية في وقته معين ممكن ينزل آية كبلوك بس هم ما اعتقدش ان هم هايشاركهم كتير يعني يعني خلينا متفقين اللي احنا اتفقنا لدى كابتن إبراهيم بيحاول يثبت الناس في الملعب او بيحاول يثبت مزرش المعين في الملعب فهو فهو مش هيغير الناس دي غير كده يعني حاجات بسيطة جوز خيل مثلا تطلع بسيره ونزل دريبة عشان يقوي ضرب هو ده الحاجات الوحيدة اللي ممكن ينزل فيها الاثنين دولاي طيب مهمة قوي ان احنا نتكلم عن الفترة اللي جاية يعني نصايح يا كابتن محمد او فكرة اللي ممكن الفريق يعتمد عليه خل الفترة اللي جاية علشان نقدر ان احنا نروح لسيمي فاينل واحنا كمان مرتاحين يعني مش مش محطوط علينا ضغط نصايح الفنية هتبان بعد ما الفرق تبدأ تتكشف وتلعب بكرة تحديدا يمكن برضو هيفرق كتير قوي لما مباراة السجوء بالزبط يعني هنبدأ حتى كمان الجهاز الفني كابتن إبراهيم يبدأ يحلل الفرق التانية واشنا نتفرج عليها هنبدأ نشوف الفرق اللي موجودة عيوبهم ايه مزيهم ايه فيه سعب بتبقى ميزة عند فرقة مقابلة عيب عندك او العكس فيه عيب عند فرقة ميزة عندك يعني مثلا هنقول فرقة بلوكاتها وحشة جدا من مركز اتنية وانت عندك المحترفة بتاعتك المركز اربعة بتدرب كواس جدا فده حاجة بتديك افضلية على الفرقة من قبل ما تبدأي مثلا يعني فيه حاجات زي كده فالنصيح الفنية هتبدأ تبان من الجهاز الفني ومن الناس اللي بتتفرج على البطولة او بتحلي البطولة بعد المطشات ما تبدأ انه فيه نصيح تانية اللي هي متعارف عليها في البنات لازم ناخد الموضوع تركيز في الارسال بالذات يعني ارسال البنات ده مهم جدا او كلمنا عنه او ده طبعا ودي ما درست الكابتن ابراهيم ولازم كل فرق مبارئة ننزل فيها نضغب بارسالنا من بداية المطش الحاجات ناخد كل المطش بمطش وناخده بجدية من الاول ده مهم جدا احنا لا نأملك دلوقتي غير ان احنا ندي نصايح نفسية لحد ما نشوف الفرق التانية اخبارها ايه ونبدأ ندي بقى حاجات معينة كده مع تعلمات الجهاز الفني اللي بيديها للفرقة نحنا نأكد عليها لما كل المطلوب زي ما احنا اتفقنا ياخدوا موضوع بجدية يركزوا في الحاجات الاساسي الارسال الثقة بالنفس ساعات لما بقابل فريق وانفعالات وشي ان انا مديره ثقة بنفسي عالية جدا مطش نهائ هو يخاف من الثقة دي نهائ الرجاح حصرت حركة كده عملوها طبعا فاق تونس مشهورين بالكصة دي وهما بيسلموا على بعض قبل المطش ما يبدأ بيتحكوا هاراجوا يقول لبعض نقطة وكده مديني مش خايفين احنا مش خايفين من حتي دي مهمة جدا هتعامل كتير وانا عجبتني يعني عجبتني ان هما فكروا في حاجات هتعامل في كل اللعبات يعني حتى في كرة القدم برضو دي بتبقى حركة مشهورة جدا جدا مهم جدا ان انا اخش على اي فرقة من اللي هقابلها حتى لو كانت مين ان انا ديهم ثقة داخلتي وانا داخل عليهم شموخي كده وانا داخل حاجات كتير او مهمة جدا اكيد هما مركزين فيها واحنا عندنا من الخبرات دي لحد بقى ما نشوف الفرق فيها ايه وهم عندهم مشاكل كتير عندنا من الخبرات وعندنا كمان يا كابتن محمد يمكن اتكلمنا عن العنصر ده كان عنصر مهم جدا خلال المباراة اللي فاتت وتحديدا بطولة الدوري الاخصاء النفسي لو بنتكلمنا دراشد احنا اتكلمنا عنها وكلمنا عن دور فكرة وجود اخصاء نفسي في الفريق فلا ان شاء الله هيفرق وان شاء الله ان شاء الله تبقى بداية موفقة لكل ما هو قادم ونحصل بقى على اللقب الحداشر من بطولة الاندية الافريقية للكرة لطيرة سايدات كابتن محمد صلاح نجم نجوم النادي الاهلي بشكرك جدا نورتنا وشرفتنا وان شاء الله يبقى وشنا حلو على ما هو قادم ونقدر ان احنا نحسن بطولة لصلاحنا زي ما عملوا الماسترز يا رب يا ماريو بشكور جدا على لقاء جميل النهاردة وبشكر كابتن انجل نجمت مشاركنا في الحوار وانا سعيب ان انا كنت موجود معاكم وان شاء الله تبقى بداية موفقة لنا ان شاء الله يا كابتن محمد كابتن انجل شامي نجمت نجوم النادي الاهلي طبعا ومنتخب مصر بشكرك جدا على وجودك معايا النهاردة ونأمل ان شاء الله ان هي تبقى بداية خير ان شاء الله يا ماريو وان شاء الله نتوج البطولة دي لصالحنا بإذن الله وقالف شكتلكم شكرا لحضراتكم جدا وشكرا على المتابعة وزي ما قلنا لحضراتكم يمكن احنا هيكون عندنا خلال ساعة ونصف من الآن او يمكن اكتر كمان في تمام الساعة لسبعة ونصف في استوديو تحليلي لمباراة النادي الاهلي امام الاهلي بني غازي طبعا في بطولة البال فانتظرونا فيما كله هو جديد فيما يخص العاب بالصلاة وان شاء الله نلتقي بكم في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال شكرا لكم